بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحرقات والسقون احنا النهاردة يا جماعة جاينا نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا موضوع هو ممكن يكون سبب من أسباب أو من ثلاث تربع الأسباب بتاعة الأمراض اللي موجودة في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي السبب ده طبعا خطير جدا وصعب جدا واحنا اذا ما كناش نقضي عليه في خلال فترة قريبة هيسبب لنا بعد كده مشاكل أكبر من نهاية موجودة دلوقتي اللي انا هتكلم عليه ده يا جماعة اللي هو السمنة والسمنة المفرطة ليه السمنة والسمنة دي أسبابها ايه وايه الحاجات اللي انا ممكن أتقلص بيها من السمنة بشكل عام وايه كمان البرامج التغزية اللي ممكن تمشي مع كل الأمراض مريد الكبد مريد السكر مريد القلب اللي عنده بيشتكي من ألام في الغضريف أو الانزلقات أو القشونة أو خلافه كل الكلام ده احنا النهاردة هنتكلم معكم فيه بس الأول لازم أعرفك السمنة دي بتعمل ايه؟ السمنة دي يا جماعة كل ما الجسم بيزيد عن الوضع غير الطبيعة بتاعه بيحصل مشاكل كبيرة جدا أول المشاكل اللي بتحصل دي بتحصل على شكل القلب أو على محتوى القلب فبيبتدي يحصل عملية تصلبات شهريانية يبقى أول حاجة السمنة بتأثر عليها بتأثر على القلب بشكل كبير جدا خصوصا إن هي بتزود نسبة القولسترول الضار وفي نفس الوقت بتزود نسبة الدهون السلسية وفي نفس الوقت بتعمل عملية تشميع على الكبد وفي نفس الوقت بتزود السموم اللي موجودة على الكبد وفي نفس الوقت بتزود المشاكل الخاصة بالجهاز الهضم بشكل كبير جدا وبردك بتأثر على الكلة بشكل كبير زائد كمان إن هي بتأثر على ألام المفاصل والخشونة بشكل كبير زائد كمان إن السمنة بتأثر على مشاكل العقب خصوصا عند الستات وكمان بتأثر على الرجالة بشكل كبير جدا زائد كمان إن هي بتقلل أو بتخفض من جهاز المناعة بشكل كبير يعني جهاز المناعة يبقى قوي أول ما أجي أصاب بالسمنة يحصل مشاكل بعدها ومعاكم في الفاصل اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ورجعنا لكم مرة تانية والمرة دي بنتكلم معاكم وهنتكلم معاكم ونذكركم تاني بالحاجات اللي السمنا بتأثر عليها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان السمنا بتأثر على القلب بشكل كبير جدا بتأثر على الكنسترول بتأثر على الكبد بتأثر على الجهاز الهضمي بتأثر على الكلا بتأثر على المخ بتأثر على الزاقرة بتأثر على الاقم عند النساء بتأثر على الرياضيين بشكل كبير جدا بتأثر على الجسم بشكل عالي لان قبل ما الدهون الخارجية دي بتتبني او بتخرج برة وبيحصل عملية دهون خارجية فبنعرف من خلالها النفس ابنة في حاجة اسمها دهون داخلية داخل الأعضاء يعني الكبد بيحصل عملية تشميع للكبد من الدهون خلاص ما بقتش قادرة الجهاز الهضمي بيحصل عملية الدهون بتملى المعدة بشكل كبير جدا الكلة نفس الموضوع بيحصل فيها دهون بشكل كبير قوي القلب بيبتدي يحصل عملية تصلبات شريانية والكلسترول عندك يزيد والدهون السلسية ترتفع نتيجة ان انت عندك الدهون ماشية في الشرايين وخلاصها تكتب واعياء الدموية بقت مصارها مش قويس خلاص كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ده السمنة بتأثر عليه طب ايه اسباب السمنة ايه الحاجات اللي هي بتأثر بتخلي السمنة ده اصلا تيجي اول حاجة اذا كان اي حد السبب الرئيسي عنده مشكلة في قصور في الغدى الدرقية فده سبب من اسباب السمنة بشكل كبير جدا السبب التاني الجماعة اللي هما المدخنين اكتر ناس مصابين بالسمنة في حالة اذا كان بردك عندهم قصور في الغدى الدرقية الناس اللي هم عندهم مشاكل في سوق التغذية برضك عندهم أنه هم يصاب بالسمنة بطريقة كبيرة جدا الناس اللي هم أكلهم كله بيحتوي على حميات غذائية أو ضايت معين أو كلام زي كده برضك أكثر ناس عرضة لزيادة الوزن أكثر ناس عرضة كمان لزيادة الوزن الضايت أو الرجيم بشكل كبير جدا قطرة اقراره ده بيزود الوزن بشكل كبير جدا جدا برضك من ضمن الحاجات اللي بتزود الوزن معانا بطريقة كبيرة جدا الإجهاد والحاجات اللي هي العامل في السيولوجيا الخاصة بالطاقة زي التوتر والخوف والقلق والحزن والغضب والحاجات دي كلها بتسبب أو بتخلي بتكون سبب رئيسي من أسباب السمنة وتعامل أبحاث علمية في حاجة اسمها التوتر والخوف أو التوتر والقلق أو التوتر والغضب مع السمنة والحالات بتاعة السمنة وإزاي إن السمنة بيحصل من خلالها بعد كده إن السمنة بتعد المراحل بتاعتها بزيادات كتير قوي طيب إيه كمان الحاجات اللي هي بتأثر وبتزود الوزن معانا بشكل كبير جدا؟ عدم الرياضة عدم الرياضة يا جماعة أو اللياقة البدنية أو المشي أو الكلام ده كله بيأثر بشكل كبير جدا حتى لو إن الرياضة دي ما بتحرقش سعرات حرارية كتير ولكنها تعمل عملية فلترة لكل حاجة في الجسم وبتنشط الدورة الدموية زائد إن هي بتوسع الشعب الهوائي زائد إن هي بتوسع الأواعي الدموية فلذلك إن الرياضة دي لها عامل مهم جدا ورئيسي إذا كانت الرياضة قليلة فده سبب من أسباب زيادة الوزن وبردك من ضمن الحاجات اللي هي بتزود الوزن بشكل كبير جدا الناس اللي هم دايما بيقعدوا في البيت لفترات طويلة لغاية مثلا يصهروا الوقت طويل ويقعدوا يكلوا أكلات قبل النوم مباشرة دول أكتر ناس برضك مصابين بالسمنة بطريقة كبيرة جدا ومن ضمن الناس برضك المصابين بالسمنة الناس اللي هم عندهم رفاهية عالية طول مهم قاعدين طول مهم قاعدين يتسلوا على كل حاجة من المسليات اللي حوالين منهم دول برضك أكتر ناس معرضين للسمنة بطريقة كبيرة جدا وفي نفس الوقت الناس اللي أكتر معرضين للسمنة بطريقة كبيرة اللي هما بيعتمدوا على الوجبات الخارجية بشكل كامل لأن كل الوجبات الخارجية فيها نسبة صعرات حرارية عالية جدا والصعرات الحرارية دي يا جماعة أو الكالوريز اللي احنا لسه هنتكلم عليها دي مشكلة كبيرة جدا إذا كانت دخلت الجسم وما تحرقتش فهي معنا كده بتتحول لنسبة دهون بشكل كبير جدا وده هنتكلم عليه لسه معكم كل المشاكل أو الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها دي بتسبب السمنة تعالوا كده نسأل أو نشوف سيدنا علي ابن أبي طالب قال إيه لابنه سيدنا الحسن رضي الله عنه قال له هقولك على بعض الحاجات قال له أول حاجة لا تجلس على الطعام وأنت جاء ده سيدنا علي ابن أبي طالب بيقول لس ابن الحسن رضي الله عنه قال له لا تجلس على الطعام وأنت جاء وقال له لا تقم وأنت تشتهي يعني لا تجلس على الطعام وأنت جاء ولا تقم وأنت تشتهي هذا الطعام وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء يعني ادخل الحمان وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء وإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبيب حاجة بسيطة جدا ده سيدنا عليه ابن أبي طالب نصح به سيدنا الحسن طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في كتابه العزيز قال بسم الله الرحمن الرحيم قلوا واشربوا ولا تصرفوا الإصراف يا جماعة شيء صعب جدا لكل حاجة في الدنيا وأولها طبعا الجزاء الغزاء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقو عشان خاطر إن احنا يبقى منه دوى ومنه إن احنا بنكون جسمنا بيه ويدينا طاقة وباور وينعيش بيه فترات طويلة ويقاوط كل أعداء جسمنا احنا النهاردة يعني اشتغلنا عليه بطريقة غلط الطريقة الغلط اللي احنا استغلنا به الغزاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بدهانا دوى بدل ما يدخل الجسم كطاقة ويتحول لطاقة وتحرق معانا كطاقة لا بقى يدخل الجسم عندنا وبقى يتحول لدهون وتخزن في الجسم لدهون وبقى يأثر بشكل كبير جدا على الكبد وخلي بالكم من ضمن الحاجات كمان اللي بتأثر بشكل كبير جدا ومن أسباب السمنة السكريات والحلويات والزيوت المهدرجة والملح الزيادة الحاجات دي قوية تنسوها دايما نقول لكم خلي بالكم سكر أنسولين سكر أنسولين طول ما السكر موجود والحلويات المصنعة موجودة طول ما الأنسولين مرفوع طول ما البنكرياس تعبان طبعا الحاجات دي كلها بتأثر على السمنة بشكل كبير جدا طب أنا النهاردة عاوز أتخلص من الحاجات دي كلها أتخلص منها إزاي رقم واحد لازم أمنع السكريات والحلويات والزيوت المهدرجة على قد مقدر على قد المستطاع ولو قدرت إن أنا أمنعهم خالص يبقى أفضل وانتوا فاكرين معانا وافتكروا وراجعوا حلقة السكريات هتلاقوها موجودة السكريات دي يا جماعة مضم الرئيس لكل الخلال اللي موجودة في الجسم زيت كمان سرطان يعني سكر عاوز سرطان يروح أمنع السكر حلويات المصنعة مصيبة سودة الزيوت المهدرجة حاجة صعبة جدا للدهون بشكل كبير جدا أنا مش معنى كده إن أنا بقولك ما تقولش دهون بالعكس الجسم محتاج نسبة دهون عالية قوي مش قليلة كمان بس النسبة دي بتكون بمعدل معين داخل الجسم مثلا ممكن ناخدها من الزبدة ممكن ناخد الدهون من الحاجات اللي هي خفيفة اللي احنا ممكن نستخدمها بحيث إن الجسم أصلا محتاجها زيت الزيتون من حاجات الجميلة جدا كدهون لكن الزيوت المهدرجة ديها جماعة زيوتنا عقدة حاجة صعبة جدا بتدخل الجسم بتبتدي تعمل ترصبات دهنية على بعض الشرعين زيت كمان إن انت ما بتخرجش السموم دي فصعب جدا فبتبتدي السموم دي أو الحاجات دي تتقلم معنى بعد كده لدهون والدهون يحصل فيها مشاكل كبيرة طيب أنا النهاردة عاوز أنا جسمي مثلا عاوز أحسيب له السعرات بتاعتي عشان خطر أمشي على أنظام معين أو إن أنا جسمي يبقى كويس رقم واحد لازم تعرف حاجة كويسة قوي إن انت طول ما انت مستمر على أي برنامج ضيت انت محروم فانت عمرك ما هتخس ليه بقى حضرتك حضرتك طول ما انت محروم طبيعي جدا إن انت انت هتجيلي أو هتروح لأي حد في الدنيا هيقولك امنع كذا 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 وما تقولش الالف كالرز في اليوم انت طبيعي جدا إن انت هتخس بس بعد كذا هتزيد والمحروم ده حضرتك بيجي بعد كذا أول ما بيفتح باب التلاجة بيبقى فجع بيتفجع بيأخد كل اللي في التلاجة وبياكله وما عندهش أي مشكلة خالص فبدل ما هو كس 5 كيلو أو 6 كيلو لا بعد كذا هيزيد بالـ 20 و30 كيلو و40 كيلو وهتبقى مشكلته مشكلة يبقى رقم واحد إن أنا لازم أي برنامج في ضيت أو في رجيب لازم أبنعه تماما بس في برنامج تاني جميل جدا لازم كلنا نمشي عليه وأنا يعني تقريبا قدرت إن أنا أعمل لكم معادلة لي أو إن أنا أحسب لكم السعرات بتاعته اللي هو برنامج السعرات الحرارية مين اللي عاوز السعرات الحرارية أو إزاي إن أنا أحسب هاله بالضبط كجسمه أنا هفترض كمثال وركزه معايا ومسكه ورق وقلم في الموضوع ده نفترض إن أنا وزني 100 كيلو الميت كيلو دول أنا عاوز أحسب السعرات الحرارية بتاعتهم ودي أسهل طريقة ما بين طرق كتير جدا لو أعزلنا عضوهم على بعض ما فيش هاي مشكلة هنفترض إن أنا وزني 100 كيلو الميت كيلو دول يا جماعة لازم أضربهم في عدد ساعات اليوم وبعد ما أضربهم في عدد ساعات اليوم أضربهم في واحد واحد من عشرة هيطلع لي تقريبا السعرات بتاعت الحرارية اللي أنا محتاجها تقريبا 1200 سعر حراري 1200 سعر حراري دول لازم أشكل الوجبات بتاعتها على قدهم يعني بالتقريب لو حد بقى بيعمل جم أو حد بيعمل بادي بلدنج أو أي حاجة زي خدا ممكن يزيد سعرات الحرارية من 500 ل600 سعر حراري كمان قويس قوي بالنسبة للست الحامل والمرضع برضك يزيد سعرات الحرارية بتاعتها بس أنا هنا بتكلم على الراجل الراجل هضرب 100 في 24 في واحد واحد من عشرة بالست هضرب 100 في 24 في 85 من 100 هنا الست بتقلع أن الراجل تقريبا 15 من 100 في السعرات بتاعتها يعني لو الراجل هيعوز تقريبا 2600 سعر حراري الست هتقوز تقريبا من 2000 إلى 2300 سعر حراري تقريبا بالتقريب كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي دي اسمها حساب السعرات الحرارية اللي جسم الإنسان محتاجها يوميا طيب أنا النهاردة عاوز أقسم السعرات الحرارية دي تقسمها إزاي يا جماعة أنا لازم النهاردة أقسمها على حسب اليوم أجي الصبح أخذ 30 في المائة من السعرات الحرارية دي ده ما ينفعش إن أي طفل أو أب أو أي أم أو أي حد يخرج من البيت من غير ما يفطر لازم يفطر ويفطر طبيعي جدا ولكن هنقول لكم إزاي يتم الفطار بتاعه ده رقم واحد ياخذ الفطار 30% من عدد السعرات الحرارية اللي أنا قلت عليه وياخد في الغدى 50% من عدد السعرات الحرارية اللي أنا قلت عليه وياخد في العشاء 20% من عدد السعرات الحرارية اللي أنا قلت عليه ولكن الفطار هنا يبقى ازاي الفطار هنا حضرتك أنا هحسب لك بقى احنا كده حسبنا الجسم كل إنسان عاوز سعرات حرارية معينة مش محتاجة حضرتك ان انت تروح عند حد ويعمل لك أفلام كتير عشان تحسب ده سهل جدا ممكن انت قاعد تضرب الألن حاسبة كده يطلع لك السعرات الحرارية بتاعتك 100 في كده في 1-1 من 10 في 24 ساعة يطلع لك السعرات الحرارية بتاعتك طيب أنا دلوقتي عاوز بقى احسب السعرات الحرارية بتاعت الأكل نفسه اللي أنا بكله أحسب ده ازاي رقم 1 لازم اقسم البروتين والكرباهدرات والدهول لكل حاجة لوحدية يعني وليكن البروتين اللiben ومشطقاط واللحوم ومشطقتها والبقوليات ومشطقاطها هيكد الجرام الواحد في 4 سعر حرارية على طول جرام في 4 سعر حراري الواحد جرام في 4 سعر حرارية ده اللي هو اللي ايه البروتين طيب القرباهدرات الكرباهدرات بقى كل ما يخص النشوات بشكل كامل الكرباهدرات ده يا جماعة هاخد منه واحد صعر حراري الواحد جرام منه هيعادل معايا اربعة صعر حراري الواحد جرام منه هيعادل معايا اربعة صعر حراري طب فاضل معنا ايه الدهون الدهون بقى بيشكل ازاي الدهون ده بقى مشكلته مشكلة ولكن لو انا خدت الدهون اللي هي احادية مش معقدة هيبقى الموضوع بسيط معايا ازاي هاخد 1 جرام من الدهون بشكل كامل 1 جرام هو تحسبه في 9 صعر حراري يبقى أنا كده البروتين 1 جرام في 4 صعر حراري الدهون 1 جرام في 9 صعر حراري الكربوهضرات 1 جرام في 4 صعر حراري وبقى أنا كده قدرت أحسب أنا مثلاً دلوقتي قدام مني وجبة الوجبة دي فيها مشتقات مثلاً رغيف عيش وليكن في قطعة جبن قريش في علبة زبادي في قبة لمن في قبة شاي كل الحاجات دي أقدر أحسب الصعرات الحرارية وليكن هاخد سعرات حرارية في الفطار من 500 لل600 سعر حراري في الغداء هاخد تقريبا من 800 ل900 سعر حراري هاخد تقريبا في العشاء من 500 لل600 سعر حراري ويبقى أنا كده كملت عدد السعرات الحرارية اللي أنا جسمه محتاجة طيب بصوا بقى يا جماعة أي حاجة فيها ضايت دي بقى بتأثر على الجسم أكتر من زيادة الوزن إزاي؟ أنت أولا أي حاجة أنت بتعملها فيها ضايت يعني بتعمل نقص في كل الأغذية اللي أنت كلتها في حياتك بتنقص من جسمك وأهمها حاجة اسمها الفيتامينات والمعادن الفيتامينات والمعادن دي يا جماعة أول ما بتيجي تنقص من جسمك مع البرنامج الضايت أو الرجيم اللي أنت حضراتك بتشتغل فيه أول حاجة بيحصل معاك أن أنت حضراتك بتصاب بمشاكل الأنيمي وفقر الدم تاني حاجة الهرم بقى اللي هي القمة اللي هو شعرك بيحصل عملية تساقط للشعر وضعف بصيدات الشعر تالت حاجة والأهم بيحصل عملية شحوب كامل في الوجه رابع حاجة والأهم مع الضايت أول حاجة بتنزل أو بتتراقم أو بيتم تزوبها من الدهون اللي حضراتك بتستغنمها البشرة فلذلك الجلد بيحصل عملية رتوبة شديدة جداً على الجلد زي أن بيحصل عملية جفاف للجلد بشكل كبير وبيبتدي كمان يحصل معاك مشاكل كمان هاتف العظم تخيل ده كله بيحصل مجرد ما أنت بتستغنم ضايت كل اللي قاعدين دلوقتي بيسمعوني أنت أو أي حد قاعد بيسمعني دلوقتي افتكري معايا لما جيت عملت ضايت إيه اللي حصل لك إيه اللي حصل معاك أكيد حصل معاك مشاكل كتير جداً كل البشاكل دي بسبب الضايت طيب أنا النهاردة لما أبقى حاسب السعرات الحرارية بتاعتي أنا النهاردة مش محتاج أي حاجة أن أنا أعمل ضايت مش عاوز أعمل ضايت أنا النهاردة ليه عدد سعرات حرارية 1600-1700-23000 سعر حراري واختلف زي ما أموت الحضراتكم ما بين الست والراجل طبعاً أنا همشي أو همشي جسمي على عدد سعرات حرارية دايت فأنا كده مش هيبقى عندي مشاكل ولا هاخد أزيد من اللي جسم عاوزه ولا هاخد أقل من اللي جسم عاوزه طبعاً أنا خدت اللي جسم محتاجه بالزبط يبقى أنا كده فيه طاقة في باور فيه انتعاش فيه فيتامينات بتزيد في جسمك فيه معادن كمان بتزيد في جسمك فيه تقوير العضبات فيه كمان العضبات بتزيد فيه الدهون بتنزل وده مهم جداً جداً من حلقاتنا النهاردة اللي احنا نتكلم فيه فطبعاً كل الكلام اللي احنا بنقوله دا دا هو النهاردة يعني التخسيس اذا كنت عاوزة تخسي لازم تعمل اللي انا بقول لحضراتك عليه ولازم تستغني شوية عن الرفاهية الزي دا في المقصرات والشوكولاتات والحاجات دي كلها لان الحاجات دي سبب رئيسي جداً او سبب رئيسي كبير من مسببات الزيادة الوزن انت النهاردة حضراتك بتاكل شوكولاتاية تقريباً فيها 250-300 صورة حرارية يعني تقريباً لو جبت طبق القشر اللي انا بخوفت منه هو معدل بيسوي اللي هي الشوكولاتاية اللي حضراتك كالتيها فلا لازم ابعد عن الدهون لان دا كل دهون بيدخل الجسم على انه دهون فسيبك من الاعلانات المفبركة والحاجات الكتير اللي هما بيحلوا الحاجات المباعة بيها لان دي بتعملك مشاكل خطيرة جداً يعني اكتر المشاكل دي انا النهاردة لو حصل عندي ان الجسم زاد بيخفض من جهاز المناعة لو عملت ضايت بيخفض من جهاز المناعة كل المشاكل اللي بتحصل في جسمك دا دليل ان انا عندي جهاز المناعة ضعيف واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا جهاز المناعة ضعيف يعني استقبل كل العدوى اللي من كنت تلاقيها من اي اتجاه اذا كان من فيروس او من ماكروب ما تقلقش ولكن هنا انا عاوز اقوى جهاز المناعة واخس يبقى لازم اتجه للرياضة انام قويس اكل قويس اشرب قويس اهتم بالفيتامينات والمعادل والخضروات لازم هنا اهتم بكل حاجة حوالين مني قويسة وجميلة بحيث ان هي تخلي ان الجسم ينزل بسهولة ولكن هنا بقى انا النهاردة عملت لكم مفاجأة جميلة جدا او حاجات بسيطة مش هقولك اسماء اعشاب تيجي تخرج بعد كده متعرفش الجبهة ده انا هقولك على حاجات اكبر شركات ادوية في العالم بيستخدموها لحاجة اسمها بلونة المعدة ايه هي بلونة المعدة دي يا جماعة انا هقولك ايه بلونة المعدة دي حاجة اسمها بزرق قطونة بزرق قطونة ده تقريبا هو البديل لتكميم المعدة بزرق قطونة ده ياريت تكونوا يعني شايفينه قويس بزرق قطونة ده مادة جلاتينية فيها كل الالياف الطبعية اللي منكن تحسسك بالشبع وتملل المعدة ومش تحسسك بالجوع ابدا وفي نفس الوقت بتخليك طول الوقت مش قلقان يعني مش بتحسسك بقرك او توطر او اي حاجة زي كده زائد كمان ان هي مفيدة جدا للناس اللي هما بيشتقوا من الام القولون والجهاز الهضم بشكل كبير جدا طبعا ده كله بزرق قطونة ازاي هستخدم بزرق قطونة ده بزرق قطونة ده هاخد منه معلقة صغيرة احطه في قباية مية سخنة او بردة مش مشكلة ادوبها كويس وبعد ما ادوبها كويس هتقلب معي المادة جلتنية الجيل يا جماعة الجيل ده هبتدي ان انا اشربه اول ما اشربه كده ويدخل معدتي هاشربه وراء على طول قبايتين لتلاث قبات مية هيبتدي بزرق قطونة ده يعمل حاجة اسمها بعد ما كانت حاجة صغيرة كده ينفش في المادة النفشان ده ده اسمه بلونة المادة بزرق قطونة ده من اقصر الحاجات اللي بيستخدموه اكبر شركات عالمية بيستخلاص الادوية والعقاقير بيستخدموه للتخسيس طبعا ده بديل شامل لتكميم المادة اي حد عاوز يخس عليك بدا اللي هو بزرق قطونة ده رقم واحد طب بزرق قطونة ده يا جماعة بزرق قطونة ده لو انا جبت قصاد منه حاجة اسمها بزرق كتان طيب بزرق كتان ده مع بزرق قطونة انتو عارفين ان بزرق كتان ده هو الحارق الاول للدهون ومفيد جدا لها شاشة العظام والخشونة والمفاصل والغضاريف بزرق قطونة ده مفيد جدا للأوعيات ده موية والقلب والقلسرول والكبد والكلام ده كله بزرق كتان وبزرق قطونا دول لو انا ضفتهم اللي اتنين مع بعض في علبة زبادي اكتر حاجة هتحسسك بالشبع حاجة جميلة جدا الحاجات دي يا جماعة حاجات طبيعية ومفيدة وممتازة لو انا استخدمتهم مع بعض ماشي لو انا استخدمت ده الواحد وده الواحد وماشي لو انا استخدمت بزرق كتان على المغبوزات والسلطات والكلام ده كله ماشي لو انا استخدمت بزرق قطونا على مية الواحد وده ماشي كل الحاجات اللي أنا بتكلم عليها دي يا جماعة من الحاجات المفيدة وجميلة جدا برضك من الحاجات المهمة اللي أنا لازم أتكلم عليها النهاردة الشفان الشفان ده يا جماعة أي حد بقى بتاع عضلات بتاع جم أي حد بيعمل مجهود وطاقة وعاوز يخس لازم يسمع الشفان ده في إيه الشفان ده مفيش فيتامينات مش موجودة فيه أو معادل مش موجودة فيه حتى المعادل الندرة اللي نقصة مش موجودة موجودة ده كل الشفان أول حاجة بتبني العضلات أول حاجة كلها ألياف أول حاجة السعرات الحرارية بتاعتها Wangira جدا الشفان من الحاجات اللي هي مفيدة جدا للجهاز الهضمي بشكل كبير اوي ومفيد جدا للكلة ومفيد جدا كمان عشان خاطر احتباس المية الزي تخص بالكلة والأملح اللي زي ده وكلام ده كله الشفان من حاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نستخدمها في التخصيص وممكن لاستخدم الشفان على كل التوابل اللي ممكن تتخيليها ممكن نستخدمها مع القرفة مع الزنجبيل ممكن نستخدمها مع العيش ممكن نستخدمها مع أي حاجة احنا عاوزين نستخدمها ومعنا التصال وعليكم السلام فضالي الحمد لله لو سمحت يا دكتور انا مش عاملة ضايت ولا حاجة وجسمي بالنسبة لي مضبوط بس وشي يعني عالدوام فيه نازل دايما يعني عاد مش متنصف مع جسمي بس معيني جسمي يعني جسمي مضبوط بس فيه شحوب في الواقع دايما ووشي دايما بيخس على طول عندي الشحوب ده حضراتك عملتي أي برامج تكسيس قبل كده لا لا طيب انت حضراتك وزنك كم كيلو انا وزن 76 وطولك وطولي 170 وصنك كم 31 طيب ميش طيب حاجة تانية عاوزة تسأل عليها شكرا يا دكتور طيب هنرد عليك ميش ومعنا محمد اتصال ألو أستاذ محمد عليكم السلام أيوة فضل حضر انت حضراتك سنك كم سنة 37 37 سنة أيوة فيه عندك مشكلة في المفاصل رجبا الشمال أيوة والأصابع الشمال في الرجل تحت فيه حرقان في مشت رجلك من قدام أيوة بالزرط فيه ناخذ في كعب رجلك من تحت أوهات وآهات فيه تشنجات في صوابع ايدك أو رجلك آه أوجات كده طيب مش هنرد عليك طيب بالنسبة لل لأول واحدة كلمتنا اللي هي عندها واحدة 30 سنة 176 176 الموضوع عندك بسيط جدا يعني احنا لو منعنا بعض الحاجات اللي احنا بصوا يا جماعة أنا عاوزكم تاخدوا مبدأ ان السكريات والحلويات المصنعة عشان بس محدش يقول ده الحلويات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها التمور أو خلافه الحلويات المصنعة لازم تشدوها من حياتكم تماما السكريات والحلويات المصنعة والديق اللي بيض والملح اللي هو السوديوم الحاجات دي لازم يعني في حاجة اسمها ملح اللي هملاية ده لازم تدوره عليه وتجيبوه يعني حاجة جميلة جدا يعني لان السوديوم ده نقب نسبة 99% لكن التاني من نسبة 85% والبقى أمنح كلسوم وموتاسيوم وكلام زي كان فلازم الكلام ده يعني نمنعه خالص طيب بالنسبة ليك يا حضراتك لازم تمنعك خمس حاجات والخمس حاجات اللي أنا هقول لحضراتك عليهم دول في حاجات ممكن أختلف أو أتفق مع بعض الناس فيها أول حاجة الشطة يا جماعة بشكل عام عشان الموضوع ده بيجينا كتير الشطة مفيدة جدا جدا للتخسيص بشكل كبير جدا ولكن لو اتخذت الشطة في وسط الأكلات فهي فتح شهية المية في وسط الأكلات فتح شهية وبتعمل مشاكل في الهضم قبل الأكل أو بعد الأكل فهي مفيدة جدا للهضم طيب الحاجات السعر اللي هي المياه الغازية مشكلة كبيرة قوي سعرات حارية عالية جدا بتخفض المناعة بشكل كبير جدا بتعمل عندنا مشاكل كبيرة قوي النوم بعد الأكل تخيل إن أنا كلت دلوقت ونمت تخيل إن أنا كلت ونمت الأكل البطني مفيش حاجة بتهدمه تخيل إن أنا لما بيبقى عند طفل صغير أردعه وينام عشان خطر يكبر طب أنت كبير بتاكل وتنام إيه اللي هيحصل معاك كل المشاكل اللي أنت ممكن تتخيلها كأمرات تحصل معاك فلذلك إحنا دايما بننصح نقول بلاش حد يأكل وينام الحلويات المصنعة زي ما قلت لحضراتكم بلاش بنام بقى دوك خمس حاجات لازم تحفظيهم الشطة والحوادة والمكلات فوسط الأكل لأ النوم بعد الأكل لأ المياه الغازية لأ الحلويات لأ الحلويات ما ينفعش إن أنا أستخدمها الحاجات دي كلها لازم إن أنا أبطلها قادص طيب إيه كمان إن أنا لازم أمنعه مع حضراتكم كل الموضوع إن أنا مثلا اتكلمت على حاجة زي بزرق قطونة بزرق قطونة دا استخدمي دا كويس أو هيحسسك على طول بالشبع والكلام ده عقدي وفي نفس الوقت مش هيخلى عندك بن انتي الأحساس بالجواب استمرار لازم أقضي على موضوع الغواد إذا كنت عاوز أخس إذا كنت عاوز أخس وبقى قويس في موضوع التخسيس موضوع الغواد لازم أشينه طيب إيه بقى الناكسة أو إيه بقى اللي بتعمل العمل المفاجئ لموضوع التخسيس اللي بقى اللي هو ما عندهش أي إراضة للتخسيس وعنده مشاكل كبيرة جدا في الغواع وباستمرار عنده مشاكل في الجوع على فكرة سبب الجوع هو أكل السكريات والحلويات فما فيش مفر ايه بقى حضرتك اللي انت ممكن تعمله يصدم الموضوع ده الصيام تخيل ان الصيام ده الحاجة الوحيدة تعالى كده في أيام رمضان اول يوم جعان تاني يوم جعان تالت يوم ابتدت تحس ان انت مش جعان طب اول يوم جيت على الفطار كلت كتير تاني يوم نفس الموضوع تالت يوم بقى الموضوع بالنسبة لك عادي تبتخيل بقى ان الصيام ده انا مش اقول لك مساء الصيام المتقطع والصيام المتقطع ده جايب نتائج ممتازة جدا ولذلك انا يعني بتفضل دائما ان اتكلم في الصيام الاسلام الصيام الاسلام ده في حاجات مفيدة جدا منه ان هو صنع رسوله السلام وربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه ان هو خير لنا طبعا وطبعا ان الصيام ده يا جماعة انا اتكلمت في الحلقة اللي فاتت وقلت لكم ان الصيام ده بيصلح اي عد في الجسم اوتوماتيك يعني اي مشكلة في جسمك مجرد ما تصوم انت يعني سبحان الله كل حاجة بترجع لمكانها الطبيعي اذا كان عندك مشاكل في العظام المشاكل دي بتروح اوتوماتيك على طول الكلاجين بيتعوض والمادة جيلوتانية بتشتغل معاك تاني والمادة اللي هي السائل الهنام بيرجع معاك تاني ده كل من الصيام الصيام اول ما بتجي الصوم كل دهون اللي موجودة في الشرايين بتبتدي ان هي ايه تروح واحدة واحدة الناس اللي هما بيشتقوا من الدوالي خصوص الدوالي عن كابوتية والجماعة دول بيبتدوا ان هما يرتاحوا في ايام الصيام لان ما فيش اي مدخلات في جسمهم فالجسم عمل زي نظام محرقة حاجة كده بتحرق على طول عندنا دهون مختزنة الدهون المختزنة زي بتيجي في الايام اللي احنا صايمين فيها فبتعوض الايام اللي احنا صايمين فيها فبناخد منها المغزن ده عملين شد منه عملين شد منه بس هنا بقى لما تيجي تقول صيام لازم يعني تقول لي يعني افطار يعني عشان خطر اصومه تعود على الصيام لازم افطر على البرنامج اللي انا قلت الحراك عليه اللي هو برنامج السعرات الحيارية وليكن هاكون ثلاث طمارات في الاول بعد كده هاكون طبق صلطة بعد كده هاكون طبق شربة بعد كده هاتجه للايه للأكل انا عقبال اصلا موصل للأكل في الوقت ده هكون انا اصلا شبعت خالص ما عنديش اي حاجة خالص طيب الحاجة مادام هداية اتصال افضلي لو سمحت حضرتك انا عملت ضايد كذا مرة ودايما كل جزم يسس معادة عن منطقة البطن الكرش انا هي عامدالي ازمة جامدة وتعادني نفسي حضرتك وزنك كم كيلو اه حاليا مية اثنين وعشرين ونص وطولت اه طولي اه يمكن مش تكرا والله طيب في اي حاجة انت بتشتكي منها تانية لا هو منطقة البطن بتاخد اي ادوية لأي حاجة بتاخد اي ادوية لا طيب ماشي خايش انتظرينا خليكي معاني ماشي نجلا معانا وعليكم السلام بصة حضرتك انا تماتع ان هي بزرة الكتان دي بتخسط منطقة البط وانا عندي منطقة البط فعلا لاني عاملات كيصرية وزي ده ومرارة فيها فعندي المطقة مش قريب ثانيا انا عايز اسأل على حاجة لبنتي هي 19 سنة بنتي بس حلوة وشاهة ومورز وشفيفة ووردي وكده حلوة فجأة بقى وشاهة ده تمار جيدا وشفيفة بيضة انا عايزة يعني اعللها نسبة الانيمية وهي مش من نوع مريضة الخضروات زي السبب كده الافل الجاهز والحاجات السريعة ده فاقلدي على علاج او حاجة ممكن تجيبها مستيضلية ماينا بديد حاجة مكمل غزاء اليها برضاك مستيضلية بس عايزة حاجة تكون سريعة كده لاني شاطفة جدا حاضر مش حاضر مش طيب نرد عليكو الاول في موضوع التكسيس والبطن اول حاجة موضوع التكسيس ده لازم تسمعونا كويس في الحلقة دي موضوع البطن انا ما اتكلمتش فيه وهتكلم معاكو فيه حالا موضوع البطن ده يا جماعة احنا هنعمل لكم حاجة مجموعة زيوت او ممكن تقوله كريم او ممكن تقوله اي عجبة احنا هنتكلم عليه دلوقتي الاعشاب ده هتعمل لكم كل حاجة انا هقول لكم عليه حالا اول الحاجات دي اللي هتعملها هتعمل لكم حاجة اسمها تفتيت للدهون وتزوبها وتكسرها وشد التراهولات كمان اللي هي بتنتج عن ازابة الدهون ده في حالة ان ده فيه عندي سمنة موضعية اللي هي زيادة معينة في البطن بس ولو عندي زيادة في الجسم ككل والوزن لازم استخدم الاعشاب اللي هي مثلا زي بلونة المعدة اللي هي زي ما قلت الحضراتكم عليها البزرق قطونة او الشفان اللي انا اتكلمت عليه فلذلك هنا هستخدم بعض الزيوت وانا قلت المجموعة الزيوت ده قبل كده هتجيب حضراتك زيت النعنع هتجيب زيت الزينجبيل زيت القفور زيت القرنفل مجموعة الزيوت ده هتدلك بيها المنطقة اللي انت عاوزها تنزل اللي ده رقم واحد رقم اتنين هتجيب القهوة الخضرة يعني انا بديكي كذا طريقة وانت اختاري منهم اللي انت عاوزها هتجيب القهوة الخضرة او القهوة الصمرة عادية خالص القهوة الصمرة ده قبل راتك هتجيبيها تحطيها في شوية مية وتبتدي تحطيها على منطقة البطن او الارداف او منطقة الدراع اي منطقة عندك زي ده في الوزن لغاية ما تشد خالص دي برضك من حاجات اللي بتشد الترهوات ده طريقة كبيرة جدا وبتقصر الدهون برضك من الحاجات الجميلة جدا ان انا ممكن استخدمها كدهان موضعي زيت الزيتون ومن الحاجات الجميلة ان انا ممكن استخدمها كدهان موضعي زيت الكتان لوحده او ممكن اضيف عليه زيت الزنجبيل مفيش مشكلة طبعا الحاجات دي جميلة جدا بالنسبة بقى الموضوع الانامي بص يا ست تقول افضل ما يقول ان المكمل الجزاء بتاعك داخل الوجبة الجزائية بتاعة حضراتك يعني ايه يعني خلت مكمل الجزاء ده لواحد عجوز احنا مش عارفين نأكله او نشربه في الوقت ده نروح نجاب له مكمل جزاء لان ما فيش حاجة انت حترك بتستخدميها كده لما يكون فيها بعض الشكوك شوية ولكن لو انا استخدمت اي حاجة بيور عادية كده من الارض او كلام زي كده ده حاجة جميلة جدا فلذلك انا هقولك على بعض النصايح اللي تقص معانا الانمية اول حاجة الطماطم فيه نسبة حديد عالية قوي وده يفضل جدا لأي حد بيعاني من الانمية ممكن تعمليها عصير او ممكن تتاكل كده عادي البتنجان من حاجات الجميلة جدا جدا اللي بتعالج الانمية السبانخ من حاجات الممتازة جدا اللي بتعالج الانمية السمسم وزيت السمسم من حاجات الروعة اللي بتعالج الانمية وفيها كلسم عالي قوي العسل اصمر من حاجات الممتازة جدا اللي بتعالج الانمية الجرجير من الحاجات الممتازة جدا اللي بتعالج الانمية أي ورقة خاضرة دكنة فهي نسبة حديدة عليه قوي لازم تشتغل على ده وتستغنيه بعض المقصرات برضك بتحتوي على نسبة حديدة عليه قوي كل الحاجات دي لازم تعمليها وأهم من ده كله لازم تبادي عن شرب الشاو القهوة بعد أي وجبة جزائية ده مهم جدا في الوقت ده هيبتدي نسبة النورمال بتاعك يطلع تاني مفروض من 12 إلى 15 وفي نفس الوقت هيبتدي ما يبقاش عندك مشاكل كبيرة تخص فقر الدم أو المجلوبين بشكل عام وهيبتدي الجلد يرجع الوضع والشفاف ترجع الوضعها خالص ولكن أفضل ما يكون زمان تحرك أن الوجبة بتاعتها تكون كاملة يعني إيه الوجبة بتاعتها كاملة الوجبة بتاعتها يكون فهد دهون والكربوهدرات والأملاح والفيتامينات ده مهم جدا والبروتين الحاجات المهمة معنا اتصال سارة فضاني أيوة فضاني الحمد لله فضاني لما سمحت يا دكتور أنا معين طفلين الكبير عام سنتين والثاني سنة ونصف أنا قضي الصغير 6 شهور والكبير سنتين أنا جبتهم بس وربعات فأنا أنا بخسخ أنا وزني ثابت 55 كيلو فأنا بخسخ فأيضا نظام غذائي أمشي عليه مع الرضاعة طيب حاضر حاضر مش وأنا في حاجة يا دكتور أنا بشرب شاي بكمية فضيعة أنا ممكن أشرب في اليوم خمس كبات شاي وأخبري الأنمية عندك إيه؟ لأ مش عندي أنمية طيب خلبي أنا وزني ثابت 55 كيلو مش بدخل عن كده ووشي دايما مرهق وأنا دايما بشرب شاي كتير حاضر مش بس أنت بتردع حالين؟ أه بردع طبيعي طيب مش بس أنا مش باخد أي فيتامين خالص حاضر حاضر مش شكرا سمعيني فاطمة معنا أيها السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت أنا المفروض ده جسمي وزني 45 أيوة 45 كيلو وبيت جبت تركيبة اللي هي بتاع زيادة الوزن وكده أيوة بزيد بس يعني بعد ما زيد أخس تاني وثال بطني طيب والجلد نفسه مجدود يعني حسن الجلد فيك لكية حاجات من كالكعة كده مش فاهمة بقى طيب حاضر مفيش مش كنا طيب بصوا يا جماعة لازم تسمعوني كواس الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل في الوزن أول حاجة لازم يعني بتهتم بيها تشوف إذا كان عندك مشكلة في الغدة الدراقية أو كلام زي كان رقم واحد رقم اتنين لازم أوي تعمله خلطة اللي أنا هقول لكم دي في أجالة لازم تسمعوني كواس وتكتبوا وراءة القلطة دي هاته كيلو عسل نحل أبيض كيلو عسل نحل أبيض وهتجيب معي حاجة اسمها جزاء ملكات وحبوب لقاح وجنين أمح وبوروبليز وجنسنج بأحمر كوري لازم المجموعة دي تتجاب وتتحطى على عسل النحل ولازم أجيب المجموعة اللي أنا هقول لكم عليها دي كمان من مقصرات بنسبة متساوية هتجيبوا اللوز وعين الجمل والكاجو والبندق نفس المجموعة هتحطوها عليها زيت كمان أنت هتجيب الزبيب وجست الهند والقرفة برضك هتجيب الحاجات دي وتحطها عليها المجموعة دي كلها هتحطيها ببرطبان واحد كبير كده وتكتير دي كل يوم الصبح وبالليل تكلم أنه ده رقم واحد رقم اتنين لازم تهتم أو بأكل القدروات مهم جدا يا جماعة أكل القدروات للناس اللي هم بيعانوا من قلة الوزن الضعيف عشان خاطر المشاكل الصحية اللي بتحصلنها خليبكم الخلطات دي إن شاء الله تجيب معاك ونتيجة كويسة جدا وبالنسبة للزيادة الموضعية إذا كان أنت عاوزة منطقة معينة تزيد معاكي ادهني بزيت الحلبة ممتاز جدا 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 طيب قبل ما نخلص حلقاتنا أنا عاوزين بردك نفيتك بكمية كبيرة خاصة بالتكسيس أنا عاوز أتكلم معاكو عن حاجة اسمها كل التفاح كل التفاح ده يا جماعة وظفته إيه كل التفاح ده في كلسم كلسم ده بيعملين كلسم ده وظفته إنه هو بيبنى العظم من جديد وفي نفس الوقت بيحمي الجسم منها الشاشة العظم والمفاصل والكلام ده كله زيت كمان إنه كل التفاح ده بيوسع الأوعية الدموية وبيقيق منتصالبات الشريانية والجلطات زيت كمان إنه بيفلطر السموم الموجودة داخل الكبد زيت كمان إنه هو مفيد يعني بعض الماء للكلة ومشاكل الكلة طيب خلي التفاح ده إحنا قلنا عاوالكلسم لكن ما قلناش إنه كمان البوتاسيوم البوتاسيوم ده اللي هو بيколص المياة زي ده اللي هي بتعمل احتماث ماء خاصة بالكلة والكلام ده فخل التفاح ده بقى وظفته إيه خاصة بالدهون ده المفجر الأول بالدهون لو أنا خلقت خلي التفاح مع زيت الزيتون خلي التفاح مع زيت الزيتون ده المفجر الأول للدهون يا جماعة ركزوا معايا ربع معلقة من كل الطفاح ومعلقة كاملة من زيت الزيتون ده المفجر الأول للدهون خصوصا للدهون الشريانية طيب يا جماعة أنا النهاردة عاوز أفطر وأتغدى وأتعشى الوجبتين الأولانيين ممكن أقول لك كل فيهم زي ما أنت عاوز على حسب السعرات الحرارة اللي أنا قلت لك عليهم طيب بالنسبة للعشاء لازم يكون في وقت ما بين 5 ل 3 ساعات يوميا في العشاء لازم دول ليه لأن دول هم الوقت اللي ممكن يحصل فيهم هضمة زائد أن آخر وجبة أنا بنصحك بيها أن أنت تشتغل على اللبن الرائب في الغداء تعالى هات الوجبة البردة مع الوجبة الحمية البردة اللي هي الخضروات الحمية اللي هي المطبوخة إذا كان مرز أو لحوم أو مقرولات أو أي حاجة لازم اللي اتنين مع بعض يا جماعة كل اللي احنا بنتكلم عليه ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا احنا ما زدناش حاجة احنا ما جبناش حاجة احنا مش في أي حاجة قادص احنا كل موضوع اللي احنا عاوزين نوصل لكم المعلومة على قدر المستوع هنتكلم معاكم في حلقات تانية خاصة بالتخسيس وما قوتيتهم من علم إلا قليل يا جماعة احنا ما نعرفش أي حاجة أكتر من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عليها أنا بشكر أسد زيتي بشكر أستاذ اللي ساعدني في الحلقة دي النهاردة لأستاذ الدكتور عطيان المغزانجي بشكر فريق الاعداد بالكامل بشكر كل الناس اللي قاموا العمل وان شاء الله معاكم ونكمل تاني في حلقات تانية للتخسيس ومعاكم كل الحلقات اللي فادة لعلانك بتاع اليوتيوب وتشكر جدا لحضراتكم نسألكم ودعاء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة